موسيقى السلام عليكم البنات لابس عليكم كدارين مزيانين ايش خباركم اشكا تعاودوا كنتمنى يلقاكم هاد الفيديو وانتو مع باخر وكل شي مزيان الحمدلله فاليوم مع الفيديو مهم 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 بزف 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 وبزف جال البنات كيسولوني وكيجوني هكا داميساج في انستا وفي الفيسبوك يقولون لي كيفاش نعرف النوع البشرة او كيفاش نختار الفوندوتان المناسب بزف جال البنات كتجي عندي شي واحدة كتقول لي انا الفوندوتان فاش كنديرو علش ما كيعتنيش هاد الفي بون مين بحال كيفاش كيعتكنتي علش انا الفوندوتان ديالي كنديرو ما كيبقاش معايا شاد لي النهار كامل كنديرو كي كيختافي يعني ما كيبقاش باين علش انا كندي الفوندوتان وكننحسب وجهي ماشي مرتاحة كنحسب اللي حاطة كوتل على وجهي حاطة شي حاجة تقيلة على وجهي ويكون موريح لينا وهاد شي اللي كان فابلا ما نطول عليكم بقام عايا الاخر الفيديو وما تنسوش تشارك في القناة إلا كنتو جداد ولايك الفيديو إلا استفتوشي حاجة فام مرحبا بيكم فأول حاجة غا نبدأ بها هي لازم كل وحدة فينا أقل حاجة إلا كنتي بنت أقل حاجة أنك تعرفها هي النوع ديال البشرة بالنسبة النوع ديال البشرة كيف معدوه كان ثلاثة ديال أنواع ديال البشرة خاصنا داروري نعرفو نوع من existed البشرة ديالنه كما كان طبازة وكن نختار فانزوتان المناسب لنا وكنكونوها مرتاحين كيف قاعدت لكم بل كان ثلاثة ديال أنواع ديال البشرة كان البشرة الجافة كان البشرة المختلطة و كان البشرة الدهنية والأحسنة في هذه البشرة هي الثلاثة هي البشرة المختلطة يأتي معها أي نوع من الميك أب أي نوع من الفونديشن صراحة الأغلبية البنات عندهم بشرة مختلطة وأحسن بشرة بالنسبة لي هي البشرة المختلطة حتى لا يكونوا فيها بزاف ديال المشكل سنبدأ أول حاجة بالبشرة الدهنية كيفاش نعرف أن البشرة ديالي هي بشرة دهنية فكيف ما كتعرفوه من بعد ما كتنعسي وكتفيقي الصبح هذا هو الوقت المناسب باش تعرفين نوع ديال البشرة ديالي طبيعة الحال أن يكون وجهك خالي من أي حاجة سميت هالميك أب ولا أي برودكت يعني تفيقي صباح تديري والو في الليل في قف الصبح وغدي تمشي للمراية وغدي تشوفي بالنسبة البشرة الدهنية فغدي تلقي وجهك كله عليه دهون ولا زيوت ولا فيه إفرازات ديال الزيوت البشرة الدهنية أو الوجه اللي كتكون البشرة دياله دهنية فهو اللي كيكونو إفرازات ديال الدهن كتكون كثيرة بزف بزف كتلقي وجهك كله كيل محطة من هنا يا ولا من هنا يا ولا هنا يا كل شي وجهك كامل هنا كل شي كتلقي الوجهه ديالك تطبيق بشكل كبير ويجعله ركي عرقانة ويجعله إفرازات الدهن لتجعلها فهذه تسمى البشرة الدهنية نضع البشرة الجافة وبالنسبة للبشرة الجافة فالبشرة الجافة لتجعل وجهك ناشف ويحتاج الترطيب ومن بعد ما تغسلي وجهك تدور ساعة أو ساعتين تحسيب وجهك بحلي مجبت بحلي وجهك قاصح تحسيب البشرة جافة خاصها ترطيب فهذه هي البشرة الجافة ما يكون عندك قاع إفرازات الدهن قاع في الوجه ديالك ما تكون شوخة حتى جهة نيفك ما تلقيش إفرازات الدهن كتكون البشرة ديالك دائما جافة دائما محتاجة لضغطاته والترطيب فبنة لبشرة ديالهن بحلي فكنت سنحكم الترطيب الترطيب العامق والترطيب ديال الزيوت ما تكتفيه في الترطيب ديالك حي ترطيب ديال الكريمات كي يصلاح لبشرة طيب إفرازات وعندما يكون ترطيبها لجهد هذا ما يصلاح البشرة الجافة فهنا تسلع البشرة المختلطة وبالنسبة للبشرة التي هي مختلطة أو بشرة عادية فعندما تنضي السباح يمكنك المنطقة المنطقة تيزون أو الزونتة تيزون يعني فيها واحد الإفرازات المنطقة تيزون أو الزونتة هي هذه تأتي على شكل حرف فهذه البشرة المختلطة فهذه البشرة المختلطة فهذه البشرة المختلطة فهذه البشرة المختلطة وبالنسبة السبب الدغنية كيف تختار الخطير المختلطة فهذه البشرة المختلطة بحق هذا ريفوليشون ، وبحق هذه البشرة المختلطة ويصلاح البشرة الدهنية كيف قلت لكم البشرة الدهنية يجب أن تستعملونها الفون دوتان الماضي حيث البشرة تكون تفرز الدهن في الوقت الذي تكون فيه خارجين سيكون البشرة تفرز الدهن فإذا اخذت فون دوتان وذلك الماضيات ساعدت وجهك وهذا فون دوتان يجب أن تضع دوتان ساعدت 1 ساعة أو ساعتين ستجد الماضيات فوجهك يجب أن تجد بلايس لكي لا تضع الفوندوتان و يجب أن تجد بلايس لكي لا تضع الفوندوتان كامل سوف تجد بلايس لكي لا تضع الفوندوتان و لا تضع الفوندوتان و يجب أن تضع الفوندوتان في أفرازات دهنية من اللي بشرت هادوهنية دائما دائما تختار فون دوتان اللي هو مات سواء يكون ديال فول كاوريتش ولا يكون اول داي يعني ديال النهار العادي يعني ديال الخدمة ولا اي حاجة بحلاقة يكون غير هو اختاري الفون دوتان اللي يكون مات مطفي وبالنسبة اللي بنيتات اللي البشرة ديالهم جافة فكن نصحكم بفون دوتان اللي هو الباز دياله كتكون دهنية حيث البشرة ديالكم كتكون جافة يعني كتحسو بها بحل قيلة مجبدة فغد نخلي لكم النوع ديال الفون دوتان انا تسالة لي وواحد الفون دوتان اللي صراحة غزل 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 بزر هنخلي لكم هنا حيث انا البشرة ديالي مختلطة وميلة للجافف هذا هو احسن فون دوتان اللي تقدروا تستعملوا البشرة الجافة فكيف ما قلتلكم هو لبز دياله ديال الاويل يعني ديال الزويد ففاش كتتتحطي فون دوتان اللي هو مات على وجهك وانت البشرة ديالك جافة فكتحسي بوجهك بحل قيلة حطيها شي كوتالو كتحسي بوجهك يعني مجبدة ما كتحسيش بري راسك Ragaz ومن بعد الوقت ساعتين أو ثلاثة ساعتين أو ثلاثة ساعتين سوف تشقق لك ويعطيك المنظر الذي هو قبيع لكي تكون هذه الأفضل من البشرة في هذه المنظر لك أستعمال الفندوثة لا أحد يتجد أن تكون الحدودة كما عن الفندوثة من البشرة لكي لا يكون ماتضي لا يطبيق المظهر ولا يجب أن نكون معك يجب عليك التشققات لكي تكون أليس ويبقى معك الفندوتين ويعطيك هكا واحد لفة غلوي وواحد لفة لي هو مشرق البشرة ديالك فاستعملي فندوتين بلا باز ديال الاويل كيف موريزكم هاد الفندوتين فيه الاباز ديال الاويل فيه الفيتامين بي وقيلة وفيتامين او مهم او عقلها فيه الاويل فيهم الفيتامين فهكا تستعملي واحد الفندوتين اللي هو صالح البشرة ديالك ومامتون في واحد الزويوت اللي مفيدة وغدي تعطيك ترطيب لزوين البشرة ديالك ويبقى معك هكا الفندوتين حتى كترجع في حالتك لده وتمسحيها وبالنسبة البنيتات اللي البشرة ديالهم بحال ديالي مختلطة فكن نصحكم تاخدوا فندوتين اللي تهوى كيكون لباز ديال الاويل يعني فندوتين اللي ما يكونش يعني فيه زيوت كتيرة او يكون ماط مية في المية تقدروا تستعملوا الفندوتين اللي يكون ماط تستعملوا مثلا انا كنت استعمل هذا ديال غيفوليوشون كنت استعملوا بحالكيين كنت غدين دير ميك اوب ديال العرس او ديال العراضة او ديال خطباء او ديال شي خريجة بحالكة اللي كتكون طويلة فكن استعمل هاد الفندوتين مات باش كيشد معايا وقت اطوال يعني بالنسبة للبنات اللي البشرة ديالهم مختلطة قدروا تستعملوا حتى الفندوتين اللي يكون على الباز ديال اويل غير هو فشحة الفندوتين غادي جيع المنطقة اللي كتدهن معك يعني التيزون غادي تنشفيها غادي تديلي لها البايكين يعني غادي تاخدي باكين باودر او كامباكت باودر بالبراش هكا وغادي تنشفيها مزيان باش هكا تضمني يعني معا الوقت فاش كوني خارجة او تكوني حاطة الميك اوب ديالك هاديك البلاسة هاديك تيزون يعني ما تنشفيش وجهك كامل نشفي غير تيزون وديري لها بايكين يجب أن تفرز تيزون الدهون يجب أن تكون هذه البودرة مفكسية جيدة ويجب أن تشرب لك حتى زوج ويجب أن تكون معك فاندوتان لنهار كامل فهذه هي الباز لكي نخدم الوجهي فهذه هي الباز التي يجب أن تفعلها ويجب أن تستعملها لكي تختار فاندوتان المناسب ويأتيها مع البشرة عندما يجب أن نخطر لون فاندوتان المناسبة للبشرة ويجب أن تستعملها بالنسبة لاختيار لون فاندوتان نظر لكي نسحكم ومشي بحلقة تخطو ميكب أو لا ونجربوا اخذو ميكب او جربي و ستتمسحوها بجيء لكي بجيء صافيه و ستأخذ الفندوتة و ستضعها هنا و ستضعها و ستضعها هنا و ستضعها في وجهك و عنقك و ستضع الفندوتة و ستضع نفس اللون عنقك و نفس اللون و ستضع الفندوتة و ستضع الفندوتة و ستضع الفندوتة و ستضعها و ستضعها هنا و ستضعها مناسب لبشرة و ستضع الفندوت المثال و ستضع الفندوت المثال اختيار البشرة نجي ودعب على التغطية لفن دوتان إذا كنت تخدمي أو تقرأ أو أي شيء عندك عندك تخرجي أو عندك رياض الشغل فنصح بفن دوتان بفن دوتان أو ميديون كوفريتش يعني ما تاخديش الفول أو الأول كوفريتش يعني ما تاخديش الفول كوفريتش علاش حيث البشرة ديالك كل ما درتي لها التغطية اللي كتكون عالية كل ما تضرر فإذا كنت تخرجي ضروري من واقع ديال الشمس الأول حاجة هو نباز اللي تديري من بعد عدد ديري الفن دوتان اللي يكون اللايت يعني اللايت كوفريتش يعني التغطية دياله خفيفة تقدري تستعملي البشرة ديالك مثلا البنات اللي عندهم منمش وكي بغيوا يدرقوا ولا اللي عنده مثلا شيء سيكاتخيس هكا مشي سيكاتخيس يعني شيء بوقعة ولا تصبوغات ولا شيء حاجة بغي تتغطيهم فنصحكي تستعملي اللايت كوفريتش يعني باش باش تغطيها هكا غيواح تغطيها اللي خفيفة وتعطيك أفزوين وبون من اللايتك بالنسبة اللي بنات اللي مثلا مرة مرة كتنوضلها شيء حبيبها ولا عندها ديسيكاتخيس ولا بحلاقة فتقدري تستعملي بالنسبة الفول كوفريتش تقدرو تستعملوها إلا كنتوا غادين لهاكا شيء مناسبة أو شيء عرس أو خدمتك بالليل أو شيء حاجة بحلاقة يعني يعني الفون دوتان خاصوا يبقى معاكي وقت طويل فخاصكي تستعملي فون دوتان اللي يكون هو فول كوفريتش يعني كيغطي مزيان مزيان وباش يعطيك هكا واحد لفة واكترية البنات اللي كيستعملوها اللي كيكونوا لوجه ديانهم في هكا ديسيكاتخيس ديال ديبوتان هكا الحبيبات ديال شباب أو عندك الحب ديال شباب ديال شباب ديجا أو شيء حاجة اللي تحتاج تغطية عالية وكبيرة للبشرة ديالك فبالنسبة اللي بنات اللي كي تأكسد معاهم الفون دوتان فاش تمشي تاخدي الفون دوتان ديالك وتجربيه على البشرة ديالك حاولي انك تلهيها كشوية ديال وقت وخري واحد الخمسة دقائق ولا بحلاقة تمشي تشوفي هكا تشويجات وتخلي الفون دوتان في وجهك من بعد ما تدس ديك الخمسة دقائق أو هادك ادك الوقيته و ترجعي تشوفي إلى قيتيه ما زال في اللون و ما زال كيبان أنه ماشي مع اللون ديال البشرة ديالك فغادي كون هادك هو الفون دوتان زوين واللي ما كيت اكسدش وبالنسبة الى مشيتي ولقيتي اللون دياله مثلا مال على غري ولا مال على غوز ولا بحلقة فهذاك الفوندوتان ما ننصحكش بيه حيث هذاك الفوندوتان اوفو غادي تديري غادي بلك مناسب مع وجهك غينتي غا تخرجي لزنقة او تمشي تخدمي او شي حاجة فغادي بلك بلي هذاك الفوندوتان تاكسد مع وجهك وغادي بيلك وجد اك وجهك يعني ماشي حاطة فوندوتان باللون ديال وجهك والاكتر يدلي فوندوتان اللي كي تكسدو كيميلو اللي كيكون هو غري ولا بحلاقة كي بنوجيك بحلي الى مصخ بحلي ما حاطة شواندوتان زوينة او فوندوتان قيارا كانين واحد لي فوندوتان اللي كيكونو زوينين وتشوفيهم اذا ما يعجبوك ويجيو مع وجهك ولكن كيكونو كي تكسدو فهاتي اللي كان بالنسبة الليبنات اللي اللي سمي مرات بحل هاكا او البشرة دياله ميلة ما بين سمر وما بين بيضو تسمر بحل البشرة ديالي فاستعبلو فوندوتان اللي يكون ميل السفورية المنيكة تحطيه علي دك او تشوفي القرعة دياله بحل هاكا كي بلك باللي ميل على السفورية ما عارشو شو يبلكم هنا يا مهم كيكون باين ميل على السفورية بالنسبة الليبنات اللي بويض فاختارو فوندوتان اللي يكون هاكا ميل على الغوز او ميل على البيض باش يجي هاكا مناسب للبشرة ديالك وكيف ما كتشوفو البنات كادو هادو هما النصائح او الخطوات باش تختاري الفوندوتان المناسب البشرة ديالك او تعرفي النوع ديال البشرة ديالك باش هاكا تبازي عليها تاخذي الفوندوتان اللي يكون هاكا مناسب للبشرة ديالك واللون ديال البشرة ديالك والنوع ديال البشرة ديالك فكون تمنا يعجبكم الفيديو ديال اليومة إلا عجبكم الفيديو ما ننسوش تديروا لايك وما تنسوش تشاركوا في القناة إلا كنتوا جداد وكنت تمنا يفيدكم بزاف هذا الفيديو هاد المعلومات اللي إعطيتكم وأنا قل لكم السلام عليكم تهلوا لي في رأسكم نطلقوا فيديو جيد إن شاء الله إذا كانت عندكم شي أسئلة خليوها لي في الخانات ديال التعاليق وتهلوا لي في رأسكم